السلام عليكم أعزاء المشاهدين مرحبا بالجميع في قناتنا أشخبارنا في فيديو جديد تاكر كارلسون كيف استخدم فلاديمير بوتين مقابلة المذيع الأمريكا فيديو تاكر كارلسون المذيع المقرب من الرئيس الأمريكا السابق دونالد ترامب صاحب الشعبية الواسعة في الولايات المتحدة شخصية مثيرة للجدل طردته شبكة فوكس نيوز قبل أشهر فقرر تقديم برنامج يبثه على موقعه الإلكتروني وعلى منصة X تويتر سابقا المذيع المخضرم تاكر كارلسون أجرى مقابلة مع الرئيس الروسة فلاديمير بوتين استمرت أكثر من ساعتين وشاهدها حتى الآن أكثر من 120 مليون شخص وتعتبر الأولى التي يجريها بوتين مع شخصية إعلامية غربية منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ قبل عامين ولا أفق لنهايته انتظر عشرات الملايين ممن شاهدوا مقابلة فلاديمير بوتين المقابلة التي أجراها معه المذيع المخضرم تاكر كارلسون إلا أن الرئيس الروسي لم يطرح الإجابات التي انتظرها العالم وذلك على أسئلة وجهت له أو لم يطرحها عليه الإعلامي الأمريكا وقبيل اللقاء لذا بث الخميس قال كارلسون فمقطع فيديو فصل فيه الأسباب التي دفعته للسفر إلى روسيا لمقابلة بوتين إن معظم الأمريكيين غير مطلعين وليست لديهم أي فكرة عما يحدث في المنطقة هنا في روسيا أو على بعد 600 ميل في أوكرانيا وأضاف يجب أن يعرفوا لأنهم يدفعون جزءا كبيرا من الثمن في إشارة إلى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا والذي لطالما انتقده إلا أن المذيع بحسب موقع بوليتيكو الأمريكي لم ينجح في استخلاص أي جديد حول أهداف الحرب الفعلية التي تخوضها روسيا في أوكرانيا أو التلميح إلى مسؤولية بوتين عن الهجوم على جارته الغربية وهو من تظره الغرب لكن لم يكن يتوقعه كثيرون وخلال المقابلة التي أجريت في صالة كبيرة حيث كان المذيع والضيف يجلسان وجها لوجه لم يفوت بوتين الفرصة للدعاية إلى الحرب والتشكيك في الغرض من مساعدات الإدارة الأمريكية لكييف ووصفت وكالات أنباء المقابلة أنها بدت في أحيان كثيرة أشبه بدرس في التاريخ وقالت إنها انتقائية ومتحيزة جدا مما أعطى انطباعا لدى البعض أن بوتين وكارلسون كانا متعاونين على هذا الهدف وهيمن بوتين على الحوار بتعليقات جانبية طويلة اعتمدت على نقاط دعائية تشدد على أن حق روسيا في شرق أوكرانيا يمتد لقرون من الزمن وفق تعبيره لكن كارلسون الذي ربما أدرك هذه الحقيقة حذر المشاهدين من أن رد بوتين على سؤاله حول سبب غزو أوكرانيا كان معرقلا للمقابلة بل ومزعج إلا أن المذيع الأمريكا خفف من تعبيراته لاحقا وقال إنه يعتقد أن بوتين كان صادقا كما أشاد بمعرفة الرئيس الروسي الموسوعية ترجمة نانسي قنقر